عملا يا فايسا انت طلبت فيه ان احنا نقعد مع بعض وحنا جنالك انا مش فاهم حاجة ويمكن اللي فاهمه لغاية دلوقتي انا شاف الوقت موجودة والحمد لله سعيد موجود ونبيل وياسين القصة بتاعت من اين وغاية احنا وجيهنا عشان غاية ما نعرف قول لي اللي بقى في ايه القصة بتاعت انا طلعت اللي انا كنت قاعدة لبيت بقى لي خمس سنين عطوبة في الاول كنت عايشة في ايجار جاي بيته اللي هيلة بتاعهم وقع خد طلعني من بيت الاجار اللي كنت عايشة فيه واديني في شقة عطوبة خمس سنين بيخشي لحشرات براس فرين صراصير انا واحدة ممرضة ما هي شغلة اللي قاعدني في الوضع دلق واستمر فيه وانت مش قادر تصرف علينا لا قادر تأكل ولادي لا قادر تكسيهم لا قادر تشربهم لا قادر تعالي حتى طلبت ان انا نزل اشتغل وايجي اشوف ابويا اللي مريض اللي عنده قنصر فحنا متأخرة رفضوا واقولي ان انا اللي انا بالقدمة مش كويسة ان انا انزل ابو السعلى بابا اللي في اخر ايامه اللي انا اخت مرتين كلمتني مرة كان في جمال عبدالناصر في العناية طلبت ان انا اشوفه وانزل طرابني وهني وجاب لي والدته قلت لو عايزة تمشي امشي غوري من هنا تمشي تروح تديله عمره فق عمره نزلت ورحت على بابا في جمال عبدالناصر واخدت الولاد دمعية لا سويني سويني يعني انت دلوقتي حياتك معاه ماديا ما كانتش الامور في احسن حالتها ثم انت البداية المشاكب تتتصعد من فكرة انه مو كتاب فانت عادة تزوري وهو بيقولك لا من قبلها بسبب مصروف الولاد ان هو رايح يجيب لنفسه هدوم ويظهر قدام الناس وولادي بيشحط لهم هدوم من ولادة عمتهم ولادة عمتهم بنات تخلي انت عندك سوبيانه ويبسه هدوم بنات ولما بتتكلم تقولك احمدو ربنا اللي انتوا بتاكلوا احمدو ربنا انك بيتشربهم والله العيش المقصر كان بيتل علينا انا اولولاد والله كان الاكل البيت بيتل علينا اولاد والله كانت الهدوم المقاطع بطلبها منهم بيجيلك انا اولاد ويعيد قال لنا احمدو ربنا ويومه طلبت لي انه جيت رنج دربني ضربت موت علي قتنوت قدم Treasury وهي قتل أحمد ربنا ومتطلبش منه حاجة تانية هي لو بنتها هتطلب منها كده استحالي في أم تقبل على بنتها كده طب يا فايزة تانية خلينا نهدى ومش هينفع نتكلم وانت بتعياتي او ان انت مش عارفة تحكي القصة صح عشان احنا دلوقتي احنا موجودين عشان غدا ترجع صح فخلينا نرتب برعنا ونفع انت زوجة تانية صح ايه وزوجة تانية طب ما عليش أنا ياسف انت ما تجوزتش قبل كده صح وفيت لين اتخوني زوجة تانية ايش غلطة انا غلط مع اني والدي كان رفضوا رفضا بات ووالديتي وخدو كنوا رفضينوا انا لا اصريت ايه مجوزين عن حب ايه مجوزين عن حب تعرفي منين وعادتوا دي فترة تعرفوا بعض ما عادنيش كتير انا عرفته من هنا وما عادنيش كتير عادت خطوبة وقري فتحة وكل ده في شهرين مشاكل في الفلوس وحصل موضوع والدك ورافض ان هو يتشفيه ايه اللي حصل بعد كده طلبت ان انا انزل الشغل ان انا انزل اشوف حالي ان اولاد جي كده متبادرين ومعي اربع اطفال مفيش اكل مفيش عيشة حسا لانا مفيش امكانيات لعيشة حتى الغسالة عطلة مش قادر يصلح الغسالة او بيعاند ان هو يصلحها او يجيب لي غسالة ثلاث سين بخسل على ايدي الارض يتعتبر لست قط يعني ستة في البيت بخسل على ايدي ليه؟ انا كل المشاكل وكل اللي انت بتشاك منه ماديا برافو عليك هل هو مش ميسور الحال هل هو دخله مش في احسن حاله هو كان الاول معهوش حاجة دلوقتي واحد كان عنده ورشة ايجارة اتملك ورشة يبقى معولا معهوش قادر يشطب شقة لزوجته الاولانية كانت عطوبة قادر يشطبها في شهر يبقى معولا معهوش ليه راضي ان فيه اربع اطفال واموميا يشوفوا بالمنظر ده الفار بيخشيلي بلاقيه عسيلي جنب اولادي وساعته هو بيصحينا بيقول لي فيه فار في البيت ازاي طب ازاي فايزة هو زوجته الاولى علاقتك بها ايه ويه اللي بيحصل ما بينكم وهل بصراحة انت بتقرني نفسك بزوجته الاولى لا صدقني لا لان زوجته الاولى كانت قاعدة الاول معايا في الشقة الايجار قاعدت معايا تسع شهور لحد انتو الاتنين في نفس الشقة لأ انا كانت هي لها شقة وهي كان لها شقة فهو جابا قاعدت معايا في الشقة الايجار وطلعت من عندي حامل كانت علاقتنا كويسة كان حقوقها الشرائية كمان بتاخدها عادي لحد ما بقت حامل واحد ولدت عامل لحمتها اللي هي تعتبر مرة عامل بعد كده فصلنا عن بعض وعندكم طفل من زبط الأول واربع من واربع من وحين بدأت معانتها معا وان قصة الحب اللي ما بينهم ما شفعتش لها ولا لولادها ولا عمل اي حساب لأي مشاعر حلو ما بينهم ولا كان بقراع مصارفهم ولا حتى علاجهم ولا مشاعرها هي قدام مراته الأولى ولا أم وفضلت تتحمل عشان عاوزة تعيش انت زوجة تانية يعني الراجل ده بيتجوز أكيد هنحبه وانت من كلامك بتقولي ان هو بيسيء لزوجة الأولى وبرضو هي عشان بتحبه بتسكت ده مش مقبول ده مفيش نقاش في ده انت حاولت تحلي مشاكلك مع الراجل ده والله عزيزي قولت تكلم كتير حاولت قبل ما تضرب يعني قبل ما انزل من بيتي مضروبة الساعة من الصبح كنت قبلها بأسبوع قاعدة معاه وقال لي اديني آخر فرصة بيني وبينك عشان خاطر الولاد وعشان خاطر العيشة اللي ما بيننا طلو حاضر وقعدت معاه عقبت بعض بالأطفال دي نحطها على جام انتو مسجلتوش الطفلة نفسها يعني سعيد ونبيل وياسيم متسجلين ليه متسجلتش الورق معه هو الورفد يسجلها رافد وتحيلت عليه كتير والورق بيبقى معايا وياخد 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 وينزل عند والدته تحت ويقفل علي او هي تقفل علي ليه؟ معرفش صدقني انا معرفش والله معرف هو مخلف ولدين ولا بنتين من اللو؟ مخلف بنته ولد من الأولين هي بنته ولد بنت كبيرة في سنوال اعداجي ولد قدي غادة بنتي هل هو متعلق بياه درجة نوم مش عايزك تاخديها فدي حجته يعني؟ هو كان الأول يكلم المحامي بتاعي بيسومي ياخد سعيد ويديني البنت عشان سعيد ليه المعاشي بتاع السيادة الرئيسة عبد الفتاح السيسي